بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية أخلص النوايا لله تبارك وتعالى الرحيم من أسماء الله تبارك وتعالى الرحيم ونتكلم عنه إن شاء الله تبارك وتعالى كما اعتدنا معكم على ذكر شيء من البركات والأسرار بذكر الله تعالى باسمه الرحيم هذا الاسم من واضب عليه كما اسم الله الرحمن يورث في قلبه بإذن الله تعالى الرحمة والشفقة هناك أسباب للرحمة وتغير القلب إلى الرحمة بعد القسوة جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو قسوة قلبه فالرسول قال له عليه الصلاة والسلام امسح على رأس اليتيم وأحسن إليه وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك هذا ما معناه أن هذا من الأسباب ومن الأسباب أن تذكر الله بسم الله الرحيم ومنها إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم ومن بركاتها من قرأها بعدد معين كنحو ألف مرة البسملة كاملة هذا للرزق ولقضاء الحوائج ومجرب بإذن الله تبارك وتعالى فمن قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ألف مرة بنية حسنة بلفظ صحيح تقضى حاجته اقرأها على نية معينة ومعنى بسم الله الرحيم الذي يرحم المؤمنين فقط في الآخرة الرحمن من خمسة أحرف رحيم من أربعة أحرف فزيادة حرف في الكلمة يقول العلماء فيها زيادة معنى فقد قلنا عن اسم الله الرحمن يرحم المؤمنين والكافرين في الدنيا وتختص رحمته في الآخرة للمؤمنين وأما الرحيم الذي يرحم المؤمنين فقط في الآخرة وكان بالمؤمنين رحيما فإذن رحمة الله تبارك وتعالى عظيمة كبيرة جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه قسم الرحمة إلى مئة جزء أي آثار الرحمة مئة جزء هذه الأجزاء أنزل بين الخلق والعباد جزءا وأبقى البقية إلى الآخرة يعني في الدنيا تتراحمون بهذا الجزء حتى الفرس ترفع حافرها عن ولدها من هذا الجزء يعني لما تضع ولدها ترفع حافرها كي لا تدوس على ولدها انظروا إلى هذه الرحمة التي جعلها الله تعالى في الخلق كل التراحم الذي ترونه والرحمات هذا من الجزء والبقية للآخرة فإذن الله تعالى إنعامه كبير وهباته وعطياته كثيرة وعلينا أن نشكره عليها قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله وقال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فنعم الله تعالى لا نحصيها وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة ظاهرة وباطنة ترجمة نانسي قنقر